اشتركوا في القناة شرم عليه إلى أن ما يتحل به أبناء البحرين من سمات العزم والإصرار هو سر تميزهم وتفوقهم والدافع وراء حرصهم على خدمة بلادهم والارتقاء بها ورفع اسمها عاليا في مختلف المحافل التي يتركون فيها دائما أثرا إيجابية إيجابيا وصورة حسنة حول القيم البحرينية الأصيلة المرتكزة على التسامح والتعايش والاحترام والانفتاح على الآخر جاء ذلك خلال حفل الاستقبال ومأدبة العشاء التي أقامها معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة تكريما لأبناء البحرين العاملين والدارسين في جمهورية مصر العربية وذلك بمناسبة زيارة معالي إلى القاهرة وخلال الحفل حفل الاستقبال حيا معالي كل يد تبني وتعمل وتتعلم من أجل البحرين في الداخل والخارج في سبيل المساهمة في رفعة المملكة وإعلاء شأنها والمشاركة في تنميتها وذلك من منطلق ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتطوير قدرات مهارات المواطنين وتشجيعهم على العمل الجاد والتحصيل العلمي المتميز وقال معاليه إن دول العالم المتحضرة والمتقدمة لا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين هم ثروتها الحقيقية وعدتها وعتادها والذين يتوجه إليهم كافة أشكال الرعاية وأوجه الدعم على نحو يرعى كرامتهم ويصون حقوقهم ليكونوا على الدوام أفراد صالحين وفاعلين في المجتمع كما حثم علي أبناء العاملين والدارسين في جمهورية مصر العربية على مواصلة الجد والاجتهاد وأن يضعوا خدمة بلادهم نصب أعينهم فلا أسمى من خدمة البلد مقصدا وغاية تعينهم على تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية راجيا لهم التوفيق والسداد في جميع ما يصبون إليه من جانبهم أعرب أبناء مملكة البحرين من العاملين والدارسين في جمهورية مصر العربية عن بالغ فخرهم واعتزازهم وتشرفهم بلقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء كما أعرب المدعوون والحضور عن خالص تهانيهم وتبركاتهم لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تسلمه وسام رواد التنمية الذي يمنحه البرلمان العربي للشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين ساعدنا بلقاء الشيخ خالد بن عبدالله أول خليفة وساعدنا بحصوله على الوسام البرلمان العربي وتعرف علينا وعلى أبناء الطلبة البحرينيين كلهم هنا وحسينا الصراحة بأجواء البحرين اللي فقدناوها من زمان صلنا ست سنين حرفياً موجودين هنا وحرفياً حسينا بأهلنا ووجودنا في البحرين ووجدت هنا استني بين الناس اللي أعرفهم بين الناس من البحرين وتعرفت على كذا بنت من البحرين بعد تدرس في مصر فكان شي جميل جداً مشكورين له ونهني على الوسام اللي محصلنا ونتمنى له السعادة ونتمنى كل خير له إن شاء الله نشكرهم على هاي الجامعة الحلوة حسينا بأجواء البحرين اللي اشتقنا لها في الغربة